مجلس النواب لهذا اليوم ينضم معنا الزميل سرمد الفاضل من مجلس النواب سرمد ما هي أسباب رفض الشيح زاهدة عبدالله محمد وزير للتربية تفضل خميس الخنجر هو المشكلة هكذا يقولون في مجلس النواب كتلة خميس الخنجر هي المشكلة على اعتبار أن الخلافة السني سني تطور إلى مسألة رفض مرشحتين خلال أربعة يام تحدث عن المرشحة الأولى سفان الحمدان هي ليست قديمة وليست جديدة بكل الأحوال فرفضت هذه المرشحة ومن ثم الآن دفعة بمرشحة آخر بهذه الوزارة هي زاهدة العبيدي رغم من السيرة الذاتية لها الذي يشاهده يقول بأنها حافلة أو هي فعلا كذلك إذا ما كانت صحيحة طبعا ولا أقصد تشريكنا في نزاهة المرشحة على أي حال هتحدث عن خلاف سياسي هنا داخل مجلس النواب لا يتعلق الأمر بكفاءة أو مهنية أو نزاهة المرشحة المقدمة إنما تحدث عن خلاف سني سني بالدرجة الأساس وهو ما دعا إلى رفض هذه المرشحة تحدث عن جناح الحلبوسي رافض لمسألة تمرير هذه المرشحة وبالتالي هذا الجناح دفع بشكل أو بآخر بقية الكتل إلى رفضها هناك من تناسق في الموقف مع جناح الحلبوسي وبالتالي هناك من يقول بأنه على الكتلة التي ترشح أو التي رشحت وزير التربية عليها أن تجلس مع بقية الأطراف لغرض الوصول إلى تفاهم حول الحقيبة هي محسومة لها لكن هذا النوع من الضغط يمارس على هذه الكتلة وبالتالي الانشطار الأخير في المحور تحديداً بين وأصبح جناحين جناح القوة بقيادة الحلبوسي السيد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي وكذلك السيد خميس الخنجر الذي بقي على تحالف المحور ومعه من معه هذا الأمر أدى إلى أن هذه الكتلة الأخيرة هي له لخميس الخنجر وفق الاتفاق السياسي الذي على أساسه شكلت الحكومة لكن هذا الخلاف تطور ووصل إلى حد تمنع مجلس النواب عن تمرير مرشحتين كما قلت خلال أربعة أيام وبالتالي يتوقع أن يرحل هذا الموضوع إلى جلسة السبت وهو وارد جداً نظراً لأنها أقرب جلسة عن اليوم هي جلسة السبت هذا واحد الأمر الثاني ربما ترحل إلى الفصل التشريعي المقبل لا تحدث عن التمديد بالفصل التشريعي إذا ما تمدد فعلياً أو مدده مجلس النواب يوم السك على أعتبار أنه هي آخر أيام أو الأيام الأخيرة في هذا الشهر وبالتالي ينتهي الفصل التشريعي الحالي ومعها تنتهي السنة التشريعية الأولى من عمر مجلس النواب ربما يرحل موضوع وزارة التربية وهناك حديث قوي داخل مجلس النواب يقول بأنه الموضوع يمكن ترحيل إلى الفصل التشريعي القادم أو حتى ربما السنة التشريعية الثانية لأن السنة التشريعية كما تعرف بأنها تحوي فصلين تشريعيين إذا لم تمر وزير التربية أو وزير التربية يعني لا يعرف إن كان مؤنت أو مذكر حتى هذه اللحظة ربما هناك لحنة نسوية تحل على الكابينة الحكومية فيما يخص استيزار وزارة واحدة تعطى للمرأة وهناك حديث تتحدث عن ضرورة التمثيل الحكومي داخل مجلس الوزراء وبالتالي ممكن أن يرحل هذا الموضوع إلى سنة التشريعية الثانية وهذا وارد جدا بقوة نظرا للمواطيات الحالية داخل مجلس النواب طيب سرمد هل تم تحديد موعد لاستضافة عبد المهدي بشأن برنامجه الحكومي في البرلمان هذا اليوم يعني يتجه مجلس النواب إلى مسألة تمديد الفصل التشريعي الحالي وربما لا يبحث كثيرا في مسألة استضافة سيد رئيس الوزراء ولا حتى بعض من كابينة أو حتى هو وجزء من الكابينة الحكومية هو وبعض وزراء يتجه إلى انغماس أكثر والاستغراق أكثر في مسألة إقرار القوانين المهمة نتحدث عن قانون انتخابات مجالس المحافظات الآن هناك خلاف كثير وكبير عليه داخل مجلس النواب قانون المحكمة التحادية قانون النفط والغاز يتجه مجلس النواب إلى محاولة النجاة بسنة تشريعية الأولى وإعطاها حجم تشريعي أكبر على الاعتبار أنه فقط لم يقر إلا جزء من القوانين أو بطعة القوانين أهمها كان الموازنة وكان هو أمر إلزامي لا أمر اختياري على مجلس النواب في السنة التشريعية الحالية التي نحن بصددها الآن فبالتالي أتحدث عن ربما إمكانية استبعاد استضافة رئيس مجلس الوزراء إضافة إلى أنه لو يسأل فسيسأل عن برنامج حكومي كامبي وهو طالما قال في مؤتمرات الصحفية بأنه البرنامج الحكومي لم ينفذ لغياب وزراء أربع فبالتالي الآن نتحدث عن تسلم الوزراء الثلاث مهام لهؤلاء لهذه الوزراء وبالتالي مسألة التقييم يعتمد عليها مجلس النواب ومن ثم يقدم الاستجوابات فبالتالي إذا ما كان هناك تقييم حقيقي لا يمكن أن يتم حتى ربما خلال هذا الشهر إذا ما مدد مجلس النواب فصل التشريع إذا لم يمدد وهذا وارد جدا ربما لا يمدد لكن بالنهاية هناك حادث تقول أنه يمدد إذا مدد مجلس النواب فعلا فصل التشريعي الحالي فنتحدث عن شهر فقط وهي يعني مهلة يعرف جميع النواب ويعرف المتتبع بأنها ليست كافية لمحاسبة أو استجواب أو استضافة أو استفهام حتى ربما الوزراء الثلاثة الذين توزروا في الأيام القليلة الماضية لكن نتحدث عن الكم الأكبر من الكابين الحكومية ربما هم يقدمون إلى مسألة الاستجواب أو حتى استضافة أو استفهام الآن تجري استضافات داخل مجلس النواب خلال هذا الشهر شاهدنا الكثير من الاستضافات للوزراء لكن بالنهاية هي تتحدث عن مواضيع جزئية ليست بشكل كلي عن أداء الوزارة تحدث عن أزمة المياه أزمة الحرائق مثلا أزمة الأزمة الأمنية وما لا ذلك لا تحدث عن شيء كلي للوزارات وبالتالي هذا الموضوع كله يخضع للتقييم وطالما أنه مجلس النواب الآن يستقر على الاستجوابات فبالتالي ممكن أن يؤجل موضوع الاستجوابات إلى الفصل التشريعي القادم من السنة التشريعية الأولى على الاعتبار أنه يشبه لديه خزين من المعلومات وخزين من الملفات التي من المفترض أن يناقشها أو يستجب على أساس الوزراء طيب إلى أين وصل ملف الدرجات الخاصة؟ مستبعد هو المضي بملف الدرجات الخاصة لا أتحدث عن كامل الملف أتحدث عن الجزء الأهم منه حتى هذه اللحظة لدينا أسماء داخل مجلس النواب يقال بأنها رشحت من قبل رئيس الوزراء وطبعا وصلت بكتاب رسمي موقع ومخدوم من قبل رئاسة الوزراء ويحمل أيضا إمضاء أو توقيع رئيس الوزراء لكن حتى هذه اللحظة لم يتم البت فيها لأنها تتحدث عن وكالات وزارات فبالتالي موضوع متحدث خمسة آلاف ستة آلاف درجة لا نجر الحديث عن أكثر من هذا العدد يعني هناك من يقول بأنه أكثر من هذا العدد فبالتالي هذا الموضوع شائك ومعقد نظرا لأن الكتر السياسية حتى هذه اللحظة لا زال المشهد لديها ضابي مشوش إلى حد ما نتحدث عن اللجان النيابي لم تحسن بالكامل حتى هذه اللحظة بقيت أربع إلى خمس لجان هذا جانب وهذا يؤثر على مسألة الكابينة الحكومية ويسحب معه ملف الدرجات الخاصة إضافة إلى أنه الآن هناك صراع خفي داخل مجلس النواب وخارج مجلس النواب يتعلق بالدرجات الخاصة يعني كل هذا التركة ثقيلة جدا والوقت قصير جدا زميلي سرمن يعني الأمور تتجه نحر الصعب الوقت قصير جدا إذا ما مدد مجلس النواب عمل لمدة شهر لا يمكن له أن نعم يعني إذا ما مدد مجلس النواب عمل لمدة شهر ربما لا يمكن له أن يمضي بأكثر من إذا ما أخذنا بنظر الناتفال ربما لا يمضي بأكثر من ألف درجة في أحسن أحواله نظرا لأن المشهد معقد جدا لا نتحدث عن المناصب الواضحة لا نتحدث عن الوكالات لا نتحدث عن الرؤساء له نتحدث عن مدراء عامين في وزارات ومدراء عامين في وزارات يعني بأنهم طبعا هم يأخذون العدد الأكبر من هذه الأرقام يعني هذه الدرجات الخاصة وبالتالي هم موزعين على كافة الدوائر في كافة الوزارات في كافة المحافظات وبالتالي هو موضوع يتطلب قاعدة بيانات في مجلس النواب للوقوف على عدد ما مطلوب في القواعد الإدارية لإدارة دولة في الوزارات كافة ومن ثم النظر على أساسه إضافة إلى أن هذا يأتي بعد أن تحسم الكتل كل الصراعات حول الوزارات هناك كتل شخصت مناصب لها في بعض الوزارات وهي مصرة على مسألة هذه الوزارة أو تلك أو تلك وبالتالي هذا الموضوع يعني كما قلت هو معقد إلى درجة أنه يصعب الحديث عن إمكانية حسمة حتى هذه اللحظة على الأقل والشارع العراق أيضا ينتظر حسن تلك المواضيع وينتظر تقديم الخدمات وكل هذا والوقت ما زال يدهم العراقيين فقط كان الله في عونهم زميل يسرمد الفاضل من مجلس النواب كنت معنا وعلى الهواء مباشرة شكرا جزيلا لانضمامك إلينا